تعالوا بقى نتكلم شوية عن سيراميكا الفريق المنافس هل طبعا بنتكلم على فريق جيد ماشي بشكل كويس في الموسم الحالي معه مدرب مكتهد جدا كابتن أيمن الرمادي طبعا بسجل معهم حضور متميز جدا في نهاية الموسم اللي فات ونجح معهم في أن يفوز بكأس الربطة على حساب فريق المصري بنتيجة 4-1 كمان الموسم الحالي لو لخصنا كده مشواره هنلاقي من سيراميكا كليوباترا لعب 9 مباريات فاز في 4 منهم وتعادل في 2 وخسر 3 مباريات في الإجمالي عنده 14 نقطة وهو حاليا بيحتل المركز الخامس عنده سكواد مميز بطبيعة الحال أكيد أبرز نجوم ولعب الأهلي المعار الجزائري أحمد قندوسي هداف الفريق في مسابقة الدوري مسجل معهم 5 أهداف طبعا كمان نجم الفريق محمد شكري وأحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم وجون إيبوكا يعني في النهاية أنت قدام فريق جيد جدا وعنده أكيد طموح مشروع جدا أنه يعني يتأهل للمباراة النهائية بل ويفوز بهذه البطولة كمان في أول مشاركة له في هذه البطولة على الإطلاق إبراه طبعا كان فيه كلام قاله أو صرح به كابتن أيمن الرمادي في المؤتمر الصحفي كلام متوازن إلى حد كبير بطبيعة الحال لازم هيكون بيشكر في فرقته بيأكد على جهزية فرقته وعلى استعدادهم الكامل للملاقات فريق النادي الأهلي وإن كان يعني فيه جملة كده البعض من الناس وقف عندها أنه قال ضمن اللي قاله قال أن الفرقات بينهم وبين لعيبة النادي الأهلي متناهية الصغر فجملة متناهية الصغر دي تخلي ناس كتير وقد نكون احنا شخصيا منهم ما احنا بنعمل ده هو بالفعل لازم يبقى أن نوقف عند الجملة دي لأن الحقيقة يعني بطبيعة الحال النوع ده من الكلام لازم المدير الفني يقوله أي أن كان المدير الفني ده أي فريق بس لازم يشيد بفريقه ويحث فريقه على أن هم يعملوا أقصى ما عندهم وأكيد لازم برضو يتني على الفريق المقابل اللي هو النادي الأهلي في الحالة اللي بنتكلم عنها وأنه فريق كبير يعني إلى آخره لكن لما تكون الفرقات متناهية الصغر فيه كلام كتير ممكن يتقال في هذا الإطار الحقيقة يعني يمكن أقل حاجة ممكن تتقال لما الفرقات للدرجات دي متناهية الصغر أما الحجم الإنجازات متناهي الكبر دي ما بين الفرقتين طبعا إلى جانب الردود تانية كتير لكن احنا في الآخر بنتكلم على فريق محترم مدير الفني محترم احنا على فكرة بنتكلم كتير عن كابتن أيمان الرمادي هنا في عشر الصبح في الأهلي وعادة ما بيكون كلامنا مقترن بالتأدير والاحترام وهو طبعا تأدير واحترام يعني عن استحقاق وعن جدارة فأكيد حنقول إن النهاردة كل التوفيق إن شاء الله بنتمنى للعيبة النادي الأهلي وطبعا للجهاز الفني بطبيعة الحال متوقع حضور جماهيري بقى مقطع النظير في ماتش النهاردة ودي حاجة عادية واعتيادية على جمهور النادي الأهلي فكروا كده فيها وعملوا فلاش باك لكل المشاركات اللي شارك فيها النادي الأهلي خارج مصر في بطولات مختلفة ما بين قرية أو دولية هتلاقوا إن النادي الأهلي جمهوره كالعادة بيكون دايما صباق في حضور هذه المباريات داخل كمان وخارج مصر وزي ما شفنا طبعا كان الجمهور يعني يتوقف عنده بكتير من التأدير والاحترام في كأس العالم للأندية الماتش الرهيب اللي عبنا قدام اتحاد جدة في استاد الجوهرة والماتش اللي عملنا قدام فلومانينسي وثم الماتش اللي بعديها أمام أراوة اللي طبعا الياباني بطل كأس آسيا الجمهور كان ليه دور كبير جدا 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 كالعادة في مسندة الفريق نتمنى ونتوقع إن دا يتكرر النهاردة إن شاء الله